اعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان عن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال كافة الإجراءات الإدارية لتحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثرا بسبب جائحة كورونا إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت وعددها 11,120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص وذلك تمهيدا لقيام هذه الشركات والمؤسسات بصرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي لـ 60,416 بحرينيا مستحقا على أن تكون الرواتب كاملة بمجب عقد العمل المبرمي بين الطرفين ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات فيروس كورونا بما يحفظ ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وبناء على قرار مجلس الوزراء المقر ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثرا ولمدة ثلاثة أشهر هي يوليو واغسطس وسبتمبر من صندوق التأمين ضد التعطل وأكد سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية يشترط فيه أن يكون من المنشآت الأكثر تأثرا وأن يكون قد تأثرت عمالها ومواردها بتداعيات جائحة كورونا بحيث توقف العمل فيها كليا أو جزئيا معثر على قدراتها على الوفاء بأجور العاملين لديها وأن تلتزم المنشآت بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020 إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها دفعها كاملة بدون خصمة وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب هذا وأوضح حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا تم تحديدها وفق معايير محددة وبعد دراسة مستفيضة ترجمة نانسي قنقر